اهلا بكم احباء الكرام في الحلقة الماضية كنا بدأنا الحديث عن الصيام وشهر رمضان فما معنى كلمة رمضان الجواب رمضان من رمضان معناها الحر شديد لانه كان تابتا في فصل الحر قبل ازالة شهر النسيء من التقويم العربي وكلمة رمضان من اصل رماد بالتخفيف والرماد في الديانات الابراهيمية قبل الاسلام هو رمز للتوبة والغفران ولهذا السبب جاء في التشريع ليكون كفارة فاليهود في فترة الضيقات ينطرون الرماد على رأسهم ويصومون طلبا للفرج والتوبة والغفران كما جاء في صفر أستير لإصحاح أربعة من العدد الأول إلى العدد الثالث ومنه جاء صوم أستير الذي وافق ليوم الثالث عشر من شهر آدار وذلك إحياء لصوم الملك أستير زوجة الإمبراطور الفارسي أحشاويرش في القرن السادس قبل الميلاد والذي أمر بقتل كل اليهود داخل الإمبراطورية فأنجاهم الله من هذه المجزرة وكذلك صفر أيوب الإصحاح الثاني من العدد السابع إلى العدد العاشر عندما أصيب بالقروح في كل جسده فجلس وسط الرماد كرمز للضيقات كما يرمز الرماد للتطهير والتكفير عن الخطية كما رأينا في الحلقة التي خصصناها لقصة البقرة السفراء حسب القرآن أو البقرة الحمراء حسب التوراة ورأينا أن رماد هذه البقرة يطهر شعب إسرائيل وذلك في صفر العدد الإصحاح 19 من العدد الأول إلى العدد العاشر وغيرها من الشواهد في العقيدة اليهودية أما في العقيدة المسيحية فالرماد كذلك يشير إلى الصيام والتوبة والغفران فالصيام هو انقطاع عن الطعام الجسدي للوصول إلى الطعام الروحي بالتوبة والغفران عن الخطية والصوم كذلك انقطاع عن كلمة العالم إلى كلمة الله وهذه الرمزية من أصل يهودي حيث يضع المؤمن المسيحي علامة الصليب بالرماد على جبينه للدلالة على الخضوع والتوبة وتلب الغفران ومدة الصوم خمسين يوما أربعين يوما قبل أسبوع الألام وأربعة أيام تعويضا عن أيام الآحاد التي يفطرون فيها والصيام يكون عن اللحوم ومشتقات الحيوانية كالحليب والأجبان والضيض وغيرها ويبدأ أول يوم الصوم الكبير بهذا الطقس ويسمى أربعاء الرماد عند الطقس اللاتيني أو اثنين الرماد عند الطقس الشرقي وهو ستة أسابيع قبل عيد القيامة فصيام المسيحيين غير معترف به عند صاحب القرآن نظرا لأنهم كفارا حسب عقيدته لسببين الأول قولهم على عيسى بن مريم هو الله كما جاء في صورة المائدة الآية اثنين وسبعين ثانيا إيمانهم بعقيدة التالوت المقدس وبحسب التعبير القرآني حيث يقولون بأن الله ثالث ثلاث كما جاء في الآية التي بعدها أي الآية الثلاثة وسبعون بقي أن نتعرف على نهج اليهود والنصارى في الصيام ونقصد بالنصارى ها هنا هم أتباع المسيح عيسى بن مريم الذين لم يتركوا شريعة موسى أي اليهود الناصريين فالصيام عندهم كصيام اليهود أيام معدودات كما جاء في الآية 184 من صورة البقرة فهي تعد على رؤوس الأصابع وعلى رأسها صيام يوم الكيبور أي يوم الغفران وهو اليوم العاشر من شهر تشريه أي الشهر الأول في التقويم اليهودي وهو يوم مقدس والمتمم لأيام التوبة العشر والتي تبدأ من يوم رأس السنة العبرية روش هاشانا فالصيام يكون فيه انقطاع من غروب يوم التاسع من شهر تشريه إلى غروب يوم الكيبور يحرم فيه الأكل والشرب والجماع والغسل ووضع العطور أو استخدام مستحضرات تجميل إلى آخره وهو مذكور في التوراة صفر اللاويين الإصحاح 23 العدد من 26 إلى 32 أما باقي أيام الصيام وهي أربعة بحسب الأنبياء كما جاء في صفر زكريا إصحاح العدد 19 وبحسب المشنا والتلمود يكون في يوم 17 تموز وهو يوافق سلسلة من المصائب التي أصابت الشعب اليهودي ككسر موسى للألواح الشريعة وصوم الخامس هو ذكرى خراب هيكل سليمان على يد البابليين ويكون في التاسع من آب وصوم السابع أي صوم جيداليا يوافق يوم 13 من نوفمبر لإحياء ذكرى دبح حاكم أرشاليم بعد هدم الهيكل وصوم العاشر ذكرى حصار بختنصر البابلي عفواً لأرشاليم يوافق يوم العاشر من تفيت هذه صيامات الأربعة ثلاثة منها تبدأ من الفجر إلى غروب الشمس وواحدة وهي صوم الخامس من غروب الشمس إلى الغروب الذي بعده لاحظوا أعزائي المتابعين هناك نوعان من الصيام الأول من الغروب إلى الغروب والثاني من الفجر إلى الغروب النوع الأول صيام الكيبور وصيام الخامس والثاني باقي أيام الصوم الثلاث وهناك من يعتبر صوم أستير مع هذه الأيام الخمسة للصيام عند اليهود والنصارى والمجموع لا يتعدى أيام معدودات كما رأينا وكما ورد في القرآن وليست شهرا كاملا أما عبارة فمن شهد منكم الشهر فليصمه في البقرة الآية 185 فهناك كلمة شهد بمعنى المشاهدة العينية والشهر معناه رؤية الهلال وهو تعبير كتابي بالضبط كما جاء في صفر زكريا كما رأينا إن الصوم الشهري ولا يعني به 30 يوما بل يوم واحدا فقط وهذا يفيد بأن التشريع الأول هو بالفعل كالتشريع اليهودي صيام يوم واحد من ضمن خمسة أيام أو ستة في كل سنة وبما أن الصيام الإسلامي يبدأ من الفجر إلى غروب الشمس فهو من النوع الثاني كالصوم الرابع والسابع والعاشر التي وردت في صفر زكريا فكان الصيام الإسلامي في بداية ظهوره كصيام النوع الأول بالانقطاع عن الأكل والشرب من الغروب إلى الغروب لكن لاحظ صاحب القرآن أن البعض من أتباعه لم يلتزموا بالصيام ليلا فأجاز الإفطار فيه أي ليلا وأراد أن يسهل عليهم الأمر فأمر بالنوع الثاني والآية واضحة حيث جاء في صورة البقرة الآية 187 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى آخره ومعنى عبارة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أنه قبل هذا التسهيل لم يكن حلالا الرفث إلى النساء ليلة الصيام والتوقيس دقيق جدا فلم يقل ليالي الصيام قال ليلة الصيام وهذا معناه أن الصيام كان ليوم وليل فقط وهناك إشارة أخرى في الآية تفيد أن تشريع يهودي وهي عبارة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وهذا بالضبط الطريقة التي كان اليهود يعرفون بها الفجر لبدء الصيام من النوع الثاني فتجد على أكتاف الحخامات واليهود المتدينين قطعة قماش مستطيلة تتكون من صوف أو قطن أو حرير تسمى الطالت بالأبيض والأزرق وعلى أطرافه خيوط وهدب لمعرفة وقت الفجر عند التمييز بينها وربما تكون الكوفية الفلسطينية وهذا غير مؤكد هي أصل الطالية الإسلامي لكن لم يعد يؤدي أو هذه الكوفية لم تعد تؤدي دورها الديني وأصبحت منذ مدة طويلة مجرد غطاء رأس يشده العقال نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في الحلقة القادمة فكونوا معا موسيقى